موسيقى نسقه معك وباش نجاوبه عليها وشكرا لك بزاف على كل مجهودة اللي كتقومي بها تحية لي كل طاقم برنامج وكل مستمعين المستمعين دي الميد غاديو داخل الوطن وخارج الوطن بارك الله اللي حد قد دينا جيتي مع البتطر حلوة شكولات للدهن بالبتطر حلوة لأنه عزي عليك الخدر وفواكين دخلهم طريقة ليا صحيحة من بين الخدر اللي ممكننا نعطيها للأطفال لنا البتطر حلوة معاوية تكون حلوة معدك شكولات عزي عليهم وخاصة لكانت في نسبات لكاكاو طالعة فتحية كيف قلتي لكل مستمعين تبارك الله على الحدقة دي لهم وعلى كل ما يقدمون لنا اليوم غادي نكمله دائما في موضوعنا حول عناية بالبشرة هذا الأسابيع لي فاتكنا نتكلم لها البشرة الدهنية فاليوم غادي نتكلم عن العموم باش كل سيدة تعرف كيفاش تتعامل مع البشرة دياله كيفاش تعتني بالبشرة ديالها خلال هذا الفصل وخاصة عندما بكينا في هذا الفصل هذا أي بشرة أي نوع ديال البشرة عندنا يمكننا نديرها كقناع مناسبة جميعا عن البشرة وخاصة بعض المرات تصلت بيالسيدة البارح وقدرت واحد القناع ما أعلم ما فيه شافته تصلت بيالتا قتلك البشرة دياله حيلا حمارت وكاتك لبزا فسافي كانت البشرة حيلا تعرضت لواحد النوع ديال الحرق مهم كانت التواصل بيني وبينها كانت تدير واحد الكريمة ديال ديال الحرق أنا وقفة ما تديرت حاجة أعطيتها البططة الحلوة درتها طرف ربع ساعة قتلي بحيلاك وتكن كذب قلت لك القناع اللي كانت ديرت شنو المكونات دياله درت فيه واحد قتلي المكونات دياله درت فيه الناشا ودرت فيه واحد واحد الكينات اللي كيتبعه في الصيدري اللي فيتامين درت منه درت واحد يعني درت مواد كيموية ومواد حافظ مواد طبيعية ومواد كيموية وقع الاختيلات وقع واحد تفاعل صعيب شوي على البشرة وكان نصح السيدات أنه ما يديره شو مثل هذه القناعه وخاصة تنسيذة كانت مشي معروضة عند عراضة هنا الواحد يتجنب أنه ليكون عندك شي مناسبة ولا شي عرضة تجنب أي قناع أعطيت لك شي وحدة اللي معمرك ما درت على البشرة ديالك فعلا اسمحي لي حوريا نيت فعلا مؤخرا وليت كنت نشوفها في الانترنت في مواقع هكا في الجروبات ديال السيدات لي وصفات كيف قلتي لك تكون مثلا طبيعية حيثما مثلا خرقهم البلدية نحن عارف الفوائد دياله مثلا يتخلط مع الزيت البلدية وتيزيدوا عليه مثلا فيتامين سي ولا فيتامين هكا كيتحلم زيان وكيتضاف يعني دوا مع مواد اللي هي طبيعية لا هذا خالط لأن احنا من يكن نبغيوه احنا نخليوه في مواد طبيعية والبشرة ديالك سترتاح واحنا كل ما بقينا في طبيعي كل ما بقينا في تغذية طبيعية إلا وكن نكونوا كنحصلوا واحد البشرة اللون ديالها جميل وحتى خالية من الشوائب بالنسبة للكينات الفور ديال الفيتامين اللي كيتبعوا السيدانية مال الاحسن تجنبوه مع البشرة ديالنا مال الاحسن وخاصة واحد نوع ديال البشرة البشرة هي البشرة الحساسة حيث الأقنعة كتختلف والبشرة كتختلف من الشخص للشخص وهنا دايما السيدة تحتاط بالنسبة للبشرة ديالنا احنا باش تبقى لنا البشرة ديالنا جميلة دايما وكان نصح بيها سواء البشرة الدهنية ولا الجافة ولا العادية يكون واحد تنظيف يومي والغسيل يكون يعني منتظم في النهار وخاص تكون بشرة دهنيا نغسلوها غيره مراته وما نكترش في الصابون ولا البشرة الجافة ما نكترش في الصابون يعني نغسلوه وننضفوه دائما بمحالي الطبيعية والشعر كذلك يعني غالبا النساء كتبغي تغسل بوحد الشامبون اللي ما يلا بان في السوق قاتلك مربع لا غلط شامبون الأطفال را كافي بجنغسلوه بغير هو بالنسبة للشامبون الأطفال كتكون فيها واحدة النسبة ديال الدهون مرتفعة احنا كنهرسوه بذيك المكوين الطبيعي اللي كنزيدوه يعني الزعتر المعدنوس المادية اللفت المادية الخيزو هذو كلهم كتكون كإضافات على الشامبون كنغسلوه بها الوجه ديالنا بالنسبة للنظيف ديال البشرة احنا البشرة ديالنا كنعرفوها كتتتعرض لبعض العوامل الخارجية اللي كتكون كتتبب له في السد الماسم لأن البشرة كتتنفس وفي الليل غالبا نساء كيسمعوا بعض مع بعضياتهم هذي كريمة كتتبيض هذي كتتبيض كتتاخده بوحد ثمن باهد في واحد مكان غير معروف يعني ماشي يعني كتاخده من السوق ولمشي مكان ماشي ووهدك كتدير ذيك الكريمة هذي ناصحة لنوصلها لعيالات والفتايات أنها كتبيض كتديرها وكتبييتها لوجه ديالها بدون ما تنظف لوجه ديالها يخصم يعرفو لنا الفتايات والنساء وحتى الرجال أن البشرة نحن في الليل عكا تجدد الخلايا ديالها خصة تنفس والخالية خصة يوصل للدم لأن ابنك تسد ذيك الماسام ذيك الكريمة فيها مواد كيموية وذيك المواد الكيموية قدر يكون عندك ما عندكش فيها نقص عندك فيها الإفراط خصة تتقلص منها يعني خصنا واحد المكوين اللي فيه واحد المعدن اللي كيقدنا المعادن ديالنا في البشرة ديالنا مش ميكونش إفراط وميكونش تفريط دائما البشرة ديالنا نخليها ترتاح في الليل بغينا ندهنوها بشي مكوين من اللي أحسن يكون طبيعي بغينا نخلي البشرة ديالنا ترتاح نتعشاو بواحد الشربة والحاساء طبيعي شنو فيه إليه كانت البشرة دهنية كنديروا اللفت كنديروا اللوبيا الخضراء كنديروا الشوفان دائما كندخلوا معه واحد الأنوع ديال الخضار وكندعشاو به بالليل والإضافات اللي كنديروا كنديروا الزعتار وكنديروا قصبر حبوب القصبر حبوب كي سهلنا الدورة الدموية لأن فيه واحد النسبة ديال الحديد بالنسبة للزعتار عشبة يعني عشبة اللي كنحفظو بها بزاف ديال الحويجات وعشبة كنتنولوها بدون تخوف لأن الزعتار جدودنا كانوا كيديروا في الشعار كيديروا في لوجه كيغسلوا بها كمحلول لوجه لأنه كيقد الدهن ما كيخليش لك الإفرازات بحدة عند الزعتار والقصبر حبوب مليحة هما والمعدنوس هذي يكونوا أساسيين في أي حاساء وأي شربة ديرناها بالنسبة لك الإفرازات الدونية اللي قدرنا عليها أسبوع الماضي وجدتني تساؤلات كثيرة باش نحد من ذاك الإفرازات اللي كتكون أولا التغذية السليمة وما نعرضوش البشرات ديالنا الخطار شنو الخطار؟ لأن مجرمي كيبانو ذاك الخارجات على الوجه ديالنا عمرين بدك الدهون ذاك الدهون خسن حتاتوا أولا كنرطبوهم احنا بموات طبيعية باش كنرطبوهم بحركات عليهم بحركات دائرية وما كنهرسوهمش ايه كنرطبوهم باش ديك الدهون كهديك دهون كنرطبوها وكتقدر تخرج بسهولة بلا عنف بلا منعنفوها بلا ملتجوا المراكز تجميل لأنه سبع حوام الله كين بعد المراكز ديالك تجميل أنه مجرد ما كتبش عندو ساونك يقول لا صافيغان ديالك واحد للغسل لوجه ديالك يبقى يخويف ذاك الخارجات وهذا هو الغلط لأن أي حاجة بنت لك على وجه ديالك غير عادية فيها أوجاع دائما تلتاج عن الطبيب المختص اللي كيعرف الميدان اللي كيعرف المشكيل ذاك الدهون منين هي اللي كيعرف الجفاف منين هو ماشي أي خابر يقدر يعالج لك البشرة وهذا شعار كانت طالق منه من نفسي الخابر ما كيعالج البشرة الخابر كي ديالك لمسة أخيرة على البشرة ديالك يعني كالماكياج كقناع طبيعي اللي يقدر ييفيدك أما باش يداويك هذا مكينش يعني تكرتي بحال ذا بتطعي حلوات تكرتي اللفت وغيره من هاد المكونات اللي هما طبيعيين اللي عندهم حتى شي ضرر على البشرة واللي ممكن كل السيدات يستفدوا منهم كل أنواع البشرة بدل ما أنهم يخلطوا لمواد طبيعية مع المواد المصنعة وكيولف مضاعفات اللي يعني اللي كيخسروا فيها لماديا أو اللي حتى معنا ويمكن عرفوا لأن المراهين الوجه ديالها أو البشرة ديالها ملي كيكونوا فيها بعض المشاكل ركتكون النفسيات ديالها مخلقة فما بالك ملي كتكون شي حاجة لي يدرت بيديها غير هو بحال ذا بمثلاً اللفت مثلاً الأنواع دياله ولا اللفت البيض اللي كيستعملوا في الغالي بالوصفة الطبيعية واللي حتى أنت أعطيته حتى وصفة الوليدة الصغيرة مزال عقلية من بداية البرنامج اللي بحال السيرو ديال الأطفال اللي هو فعال جداً اللي تبارك الله بزاف الأمهات اللي غير كي يجي لوقت البرد يعني كيعطيه كم مضاد حيوي يعني طبيعي جداً هو تيكون بحال شوية حار بحاله بحال الفجل بالنسبة لها ذاك اللي حكينا مثلاً وهذاك المادياله المادياله واش ميهيش لينا البشرة وإلا خاش شي إضافات مثلاً عليه بالنسبة للبشرة الحساسة هذا سؤال مهم لأن البشرة الحساسة كان جنبه كل ما هو حر كل ما هو يعني سخون بزاف باش كنعرفوه إحنا اللفت كنعرفو في هذه الحرارة أحنا كنتاجه كنغليوها شوية في الماء وذلك الإضافات اللي كنضيفه إما كنضيفه معها الورد البلدي ولا كنضيفه معها البابونج أي مكون من البشرة الحساسة إلا بغي تديري لللفت وتستفدي من المكونة ديال اللفت غتأخذي لفتة وحدة طيبها في الماء تحنيها تقولي بحل كومبوت يعني بحل وحد الخلطة بحل كريمة والإضافة اللي كتضيفي سيداتي كتديري مع القادل العسل تكون العسل ديال زعتر وكتديري معها إما مع القادل البابوج ولا مع القادل الورد البلدي هذا قناع فعال وكي حدم جميع المشاكل اللي تقدر تتعرض للبشرة إحنا الإضافة اللي كندور على الأقنعات الطبيعية وخاصة بليك تكون البشرة حساسة نديرو دائما الإضافات هو البابوج والورد البلدي البابوج من اللي كنديرو حنا ذك القناع ديال الورد البلدي مثل والبابوج مع اللفت ولا مع الجزار يكون عنا واحد المحلول موجد نحنفت اللاجة محلول يعني هذا المسائل اللي كنقول أنا علاج يومي للبشرة ديالنا وبدون تخوف يعني كنديرو البابوج من ديرو الورد واحد القرية عادية لازل تشكور معقمة كنكبو عليها الكزب المطايب من اللي كنديرو هاد القناع ونغسلوه كنرشو بهذا البخاخ اللي كيكون بارد سد المسام والحد من الإفرازات الدهنية والبشرة الحساسة لحد من الحمرار الحساسة من ذاك الحكاة اللي كتقدر تبال لك فوجائية على بعض القناع هذه كل وصفات طبيعية اللي ما عندها تشي تأثير بالنسبة للعيالات اللي كيدروا أقنع تغسل القناع بحالي وقع للسيدة البارح هلقات البشرة ديالا فيها الحمرار فيها المكة تكلها وهي عند عراضة ولا عند عرص سيدتي نقول لك جيبي لك أنت عاقل البطاطة الحلوة ويمكن لك تخليها في المجميد البطاطة الحلوة تغسلها نزيان تخليها بالقشرة ديالا قطعها الطريفات ودريها في الأكياس البلاستيكية طيبية تكون في المجميد وكل ما نحتاجه ويقع لنا مشكل أن أخذه واحد طريف ونحكوه ونضيع الإضافات كنديرو معهم القادية العسر الحر ونديروها كقناع الحد من الحمرار والحكا وبعض المرات الحروقات لك تكون ناجع لبعض الكريمات لك تديرها على البطاطة الحلوة اللي ذكرناها بالنسبة للقناع اللي ممكن نديرو بطاطة الحلوة كنحكو البطاطة الحلوة نخليوها ذاك الناشا ديالا اللي كي هبط لتسحت ننزو ذاك الناشا وكنضيفه معها الحليب بلدي أنا كن صاحب الحليب البلدي يعني الحليب ديال المعيز لما كانش يمكن لك ديريال البن البلدي معها ومعرقة ديال العسل الحميرة ديال البشرة وضد التجاعد كذلك البطاطة الحلوة بجيستعملوها كعاصر يوز بيب رائع الاطفل ورائع الناس اللي كيعانيهم بذيك السفيرار ديال البشرة كيكوش عندهم ذاك اللون كيكون اللون ديال مشاحب كنديرو ربعة ديال اللفت ربعة ديال البطاطة الحلوة وكنديرو نص ربعة ديال الزبيب الاسود كنطيبوهم في طرو ديال الماء وانطحنوهم من اللي كيتتحنو كنضيفو معهم معلقة ديال النافع وكنخليو هاد العسل كنعطيوها الاطفل ديالنو ونشربوه على طول النهار كيعطي واحد القوة وكيعطيها تذيك الحمرار اللي كيتدفق الخد ديال الخدود ديال البشرة ديال الوجه ديالنا بالنسبة كذلك البطاطة الحلوة البطاطة الحلوة اللي كنت أنا غنعطي فيها أقنعة يمكنك تاخدي البطاطة الحلوة تحكيها واضيفي معها البطاطة قصبية يعني واحدة بطاطة قصبية وبطاطة الحلوة والمدية الخيار نخلطو هاد المكونات بالمدية الخيار وكنضيفو معلقة ديال زيت أرغان ولا زيت العود هذا قناع ضد التجاعد ورائع للبشرة وكيد ديالنا واحد تقشير طبيعي لان نحنا مليك نقولو تقشير طبيعي للبشرة مليك نحطو المكونات اللي كترطب البشرة وكتحل المسام ديال البشرة ديالنا ركتنفس ودك الافرازات اللي كتكون كتخرج وحتى ذلك الدهن اللي كتكون محقونة اللي ما كتخليش الدم يوصل ركتنفسوها وكتخلي البشرة كتهوى وكتنفس بطريقة طبيعية وكتستفد من مكونات طبيعية هذي هي النصائح فعلا وخاصة من سبيل السيدات بحدة مثلا اللي مثلا سواء وصفة طبيعية او لكيفما تكرتي الشامبونات اللي مثلا كتخطر واحد الشامبوان يوم مصنع وكترتاح فيه مثلا كدولك لرجالية مع شعري وكتبقى تدوموا لسنوات اللي هي طويلة يعني واحنا كنعرفون لانه مثلا لا البشرة ولا الشعر ولا أي حاجة ما خاصناش نعطيوها شي حاجة اللي فائد ما يعني اللي تولي واحد الوصفة او لا واحد الكريم اللي نديروه للسنوات وما تيقولك غيش شهرين تلشهر بتفوتهاش فما بالك من كي يطولوا السيدات لسنوات طويلة قدوك انا هاد الوصفة او لهاد الكريم او لهاد الشامبوان مشالي مع الشعر ديالي أولا مع البشراء الجالي وكنديرو كلي عامين 3 سنين كلي 4 سنين كلي عشر سنين لا هذا هو الخطأ لماذا؟ لأننا احنا مليك نعطيه واحد لما وداك ما ويا البشراء ديالنا ووافقتنا هي غدا توفقك ستبقى تستعملوا واحد لمدة 3-4 سنين كيبلي إدمان كتبلي البشراء إلا ما دير ثلاثة ذلك المكون ما تعطيكش النتيجة ولكن لا يجي واحد لوقت يعني مع التقدم في العمر مع نقطاع يعني العادة الشهرية كتوصل كيوقع مشكل في الهرمونات وخاصة الهرمون ديال الأستروجين يعني البشراء من الجفاف وانتي كتكون دايرة واحد الكريمة ولا واحد الشامبون ديال الجفاف البشراء يعني كنديرو احنا ديك المكون اسمعوها النساء الله يجزيكم بخير باش تاخدوا الفكرة يعني كتدير ديك الكريمة كتكون ديرها من أجل الدهون ديال الشعر ولا البشراء ديال الدهون ديال البشراء انتي بني كتدير ديك المكون لحد من الدهون ارى بني كتدير ديك المكون مع التقدم في العمر ونقطاع الطامات يعني بني كيكون ديك الهرمون ديال الأستروجين خصو واحد النسبة ديال الدهون انتي كتنشفيها ديك المكون وخاصة اللي كيبييتوه للوجه دياله سيداتي كفاك من المواد اللي هي مغرية واللي كان ناخدوها بوحد ثمن باهد وكتكون يعني على الصحة ديالنا ماشي هي ديك التجئي المواد الطبيعية احسن بغيتي عندك البشراء الدهنية وانتي مازال فراعي عن الشباب ديالك التجئي الاختصاصي ديال الجلد حدد ديري واحد تحليل شامل على الجسم ديالك قلبي لغودة الدهنية ديالك واش فيها افراط ولا تفريط قلبي الفيتامين واش عندك الكافي في الجسم ديالك ديري الفقر الدم واش عندك فقد الدم لما عندك هاد المسائم لك تيقني من سلامة الجسم ديالك يكفيك انك الدخل للمطبخ اي يقينة عدرته من الخضار العسل الحر زيت العود شربي الماء راحة البال توتره من بين حوايج على الجمال ديالنا راكي ينعاكس سيلبن على البشراء ديالنا فعلا نحن نشوف مثلا العريثات من الوقت اللي كيكونوا كيوجدو مع اقتراب مثلا هالأيام ديال العرث دائما يعني كي اللي كي تسترسك كي الوجه دياله كي يقول له حبوب بالتوتر بليج بتي هدا جاني وحسو البراح العريسات اللي عندها عارس وخيف وخال الام دياله خيف عليها من ذلك التوتر بتطالح له زبيب القرقع ديال هاد العاصر هدا الدوم عليها را ما كيبقاش عند هاد المشكل كتنعاس مزيان وخاصة مني كتدير واحد المحلول ديال الخزامة كتدير فيه القدمين دياله وكتدير في الرقبة دياله وهاد العاصر هدا بع الخضر راديك التوتر ما كيبقاش لان التوتر ناتج على سوق التغذية لان التغذية مني كيكون نقص الأحمد ديالنا في الجسم وخاصة الحمد الفوليك را كي يعطينا هاد التوتر كي يعطينا هاد الخوف كي يعطينا بزاف الحويجات لان الدماغ ديال النقص يتغدى مني كي نعطيوه الكافي را ما كيبقاش عندنا هاد الخوف حتى ذاك الخوف ما كيبقاش إذن مستمعنا غادي نتوقفوا مع فاصل وغادي نرجعوا مباشرة نستقبلوا مكالمتكم الهاتفية مرحبا بكل تساؤلتكم التجميلية جاوب عليها مشكورة جدا خبيرة شعر والتجميل حرية شوية أخذ إيمان على 05-22-880-0060-61-62 غادي نمشي مباشرة الاستقبل مكالمتكم الهاتفية وفرصة نجاوب علي كل تساؤلتكم التجميلية معنا أول مكالمة نعيمة من الأقادير مرحبا 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 الله بارك فيك كل شيء على خير مرحبا وسلامك مرحبا لنا نعيمة مرحبا 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 عندي لابوديري أنا سيدة في الخمسينة مرحبا هذه السكاري السكاري يجب بوض مرحبا إنما لابوديري عندي مثل تفحام مع بيكي ماسك من أخت فريا مرحبا وكذلك عندي بيتاش كنت باوتهم تبعت عن طريقة دي الجنج مرحبا ما عارت معالي بوفيتالور عندي ذك العرق كي حرق لي عنقي وكن زنحوك مرحبا بقضية بيتاش ما بيتم ديرين كريم يدغطون ديالا فارماسي أي فارماسي والإكرون هو ديالا فارماسي يعني ما تنستمج أي حاجة أخرى من هذا ديالا مرحبا بريت هذي اللي تسبق انت عنقي ولي زيالي مرحبا تكون خاصة على حسب الحالة ديالك بالنسبة لها الكريمة اللي كديري درتيها على أساس ليتاش اللي عندك لا كنت بنت واحدة سلوث ببعت معها مزيان صافة خدا ببعض مرحبا ببعض مرحبا 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 انا بالنسبة للمشكلة اللي عندك للا أخودي الكرافس ستاخدي جوج مع علاقتي للعصير وغدري كاس ديالنخالة سترتبها في جوجك يسن ديال الماء ستلقيه في الماء واحد الخمسات بقايق ستصفي دك الماء بوحده ستاخدي منه تقريبا ربع كاس وغد ضيف معاهدك جوج معالق ديال الكرافس العصير ديال الكرافس والدريف واحد البخاخ واللي في القطن وتمسحي به المناطق اللي عندك فيها التعرق واللي عندك فيها الحكام غد دومي عليها وبالنسبة للترطيبة انا نفضل نتيف هاد السين هادا الرطبيل بشرا ديالك بالزبدة بلدية ثم عندكم زبدة المعيس ما في اقاديرا موجودة دريه هي والعسل الحور تشوف شي حد يجيب لك العسل طبيعي المية في المية خودي جوج معالق ديال الزبدة بلدية و معالقة صغيرة ديال العسل الحور خلطهم بحل الكريمة وتبقى ترطبي بهم اللي تكوني في الدار من اللي جي تخرجي دري وحد القناع بالبطاطر الحلوة خودي البطاطر الحلوة حكيها ذك النشا ديالة خلطها مع علقا ديال زيت ارقان و دهني على العنق ديالك والبشرى ديالك و دومي يعني واحد جوش سيمانة ثلاثة سيمانة وهذه تلقى النتيجة ان شاء الله وهذا الليل اللي ديري واحد المحلول دير السلمية جورقة دير السلمية وواحد العريشة دير برد الدوش ديرهم في واحد الكاس كبع ليهم كاس الماء طيب سيطلقهم زيان وتبقى كمحلول تشربه كل ليلة ونظم التغذية يعني تاخدي الكالسيوم بزاف خودي الحوت خودي الفيتامين دي تهياخ خودي السن ما فوق الخمسين ارى المرأة كتعاني من نقص دي الفيتامين دي والفيتامين او هناك تكون قبل ما تتعطل اي حاجات تمشي عن طبيب تعبار المسائل ديالها عاد تجال هاد المواد الطبيعية مستمعها كتصولك عندها الحبوب على مستوى يعني الارداف يعني والدهر هادك الحبوب اللي تيكوتي دهر متى اما في صدر او لا في الدهر هذي بشرة دهنية غالبا هتكون عندها بشرة دهنية وحنا كنعرفوا الغداد الدهنية كتنشط في هاد المناطق كتنشط في الخد وكتنشط في الكتف وفي الصدر هنا كنقول لك سيداتي القناع اللي غيمكنك تديري والمحاليل اولا تجنبي الصابون اللي فيه مواد كيموية تجنبي اللي هذا اللي باخفاء يعني العطور دائما في الحمام تشلي بالزعتار ولا تشلي بالاخرى للحم ديالك والدهنية دائما بزيت العود ودائما مرة مرة ديري واحد القناع مرطيب اللي كيقشر الخلايا الميتة ديال البشرة ديالك وكيتغدام المواد الطبيعية كتديري غير النخلة والحليب دهني المناطق الليك عندك في هاد المشاكل هاد يدي وديري واحد الكيس ديال القطن وديري حركة دائرية ومباشرة ديري المادية الخيار سيدة عند المسم نجاوبه السيدة اللي عند المسم بالنسبة للمسم حاولي ديري اقنعه اللي كيوقع الانقيبات ديال المسم لي تقدر ديري النعنع يابس والعقد جيبي ماطيشة واحدة كتسلقيها في الماء والتحنيها وديري معها مرقا ديال النعنع يابس والمعقا ديال الزعتار يابس متحون نتخلطوا هاد المكونات دهنوا بها البشرة ديالنا نخليوا عشرين دقيقة ومبعد كنغسلوا وجهة ديالنا وكنديروا حال البخاخ يكون بارد إما بالمعدنوس ولا بليشو يعني كناخدوا ليشو للمعدنوس البخاخ من هاد المكونات وكان رشو البشرة ديالنا وخل نوصلوا باقي المكالمات نجاوب على تساؤلات المستمعات معنا حنان من أسفي أروح حنان أروح صباح الخير صباح النور حنان من الحمد لله الله برك فيك مرحبا حنان عارفك أنا عندي العرس من مرار رمضان إن شاء الله إن شاء الله وبشي وصفت لهم شاء الله وخال الله يكمل عليكم بالخير إن شاء الله بالنسبة للعروس من بعد رمضان أحسن قيناع لي مكلك الدومي عليه خودي البطاة الحلوة ده با خودي حكيها وخودي ذاك النشد يلا وخلطها مع العسل وضيفي مع القادية الريب البلدي هذا قناع رائع لعريصات يعني مليك الدير الريب البلدي والدير البطاة الحلوة ديك النشد تحتاني والدير على الوجه والعسل والدير على البشرة ديالك تخلي عشرين دقيقة ومن بعد كتنطفي الوجه ديالك ودائما بخاخات يكونوا بالمعدنوس والكرومب وفي الليل من اللي جيت نعسي المادية الخيار والحليب السائل يكون بلدي يعني كنحبكو خيارة وناخدو المادية لها وكنضيفو معها ثلاثة المعلاقة ديال حليب السائل ممكن لك تضيف مع القادية اليك عندك زيد طبيعي ديال اللوز والدير أرقان وكاتمسحي الوجه ديالك وتنعسي والدومي عليها والمكلة الخضرة يعني الخضرة بكاترة خودي القرعة الخضرة خودي الكروم بليشو بأنواع دياله الحمار والخضر وتاخدي العسل ديال معدنوس عسل ديال الخيار عسل ديال الجزر ودومي عليها تتمنى لنتسل العسل إن شاء الله وليتتغيري في صفة نهائية ما زال عنده شوية ديال وقت إن شاء الله يكمي عليها بالخير وما زال ديالو حلقة خاصة بنسبة لنا إن شاء الله العريسات تبري ماتوا الأقنع على العريسات نديرو شي جوج حلقات